بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد في نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم سنجد جدا له هو عبد المطلب محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب عبد المطلب كان زعيم قريش عبد المطلب مر له أمر كحال إبراهيم عليه السلام مع إسماعيل ولكن بوجه آخر عبد المطلب عندما قام بحفر زمزم في الرؤية التي رأاها وطلب من قريش المعون له في حفر هذا البئر لأن الأمر شاق فأبوا عليه فما وجد له معينا من الخلق سوى ابنه الوحيد حينها وهو الحارث أكبر ولده والوحيد على ذاك الزمن ثم عندما نازعوه على هذا الماء أيضا لم يجد من يدفع عنه سوى هذا الولد يوم وجد نفسه وحيدا من الخلق والولد سوى ولد واحد نذر لله نذرا نذر لله نذرا وهو أن إذا رزق عشرة من الولد سينحر واحدا منهم عند البيت إن رزق عشرة فبلغوا من القوة والمنع أن يحطوه برعايتهم نذر ذلك وهنا يأتينا أمر النذر في الإسلام النذر في الإسلام إن كان في معصية فلا يصح الوفاء به إن كان في معصية نذر لله أن يقطع الرحم لا يصح الوفاء بذاك النذر لأن فيها قطيعة رحم لأن في النذر قطيعة رحم وهذا معصية فإن كان النذر باتجاه المعصية لا يجوز الوفاء بهذا النذر بل يلزم إخراج كفارة يمين عنه والتحلل من ذاك النذر وإن كان النذر في طاعة فيلزم الوفاء بها نذر عبد المطلب هذا النذر بنحر واحد من ولدي تمر الأيام والسنين وتتعاقب الأيام والدهور فيكون له عشرة يكون له من الله جلاله يكرمه بعشرة من الذكور وستة في الإناث العشرة في الذكور أكبرهم الحارث تتمت العشرة الحارث الزبير حجل مقوم ضرار عبد الله حمزة العباس أبو لهب وأبو طالب هؤلاء عشرة في الذكور العشرة هؤلاء من الذكور ستة منهم لم يدركوا النبوة ستة منهم لم يدركوا النبوة الستة هم عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدرك نبوته صلى الله عليه وسلم عبد الله الحارث والزبير وحجل وضرار والمقوم هؤلاء ستة ما أدركوا نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الستة من الذكور الذين لم يدركوا نبوته صلى الله عليه وسلم هؤلاء ستة منهم أربع منهم أربع ليس لهم عقب سوى عبد الله عبد الله عقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق أما ضرار وحجل والمقوم فهؤلاء ثلاثة لا عقب لهم ليس لهم عقب عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه بقي لنا الحارث والزبير هذان الاثنان الأعمام من أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدركان نبو نعم ولكن لهما من الذرية من أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لهم شأن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء الزبير العقب الذي له أو الحارث والعقب الذي له هذا في الذكور هذا في الذكور عشرة لعبد المطلب أما الإناث فكان لعبد المطلب 600 الإناث كان له 600 إناث الستة عمتان للرسول الله سلم بالإجماع بين أهل العلم أدركا نبوته صلى الله عليه وسلم عمتان بإجماع لأهل العلم لم يدركا نبوته صلى الله عليه وسلم عمتان على خلاف بين أهل العلم هل أدركتان نبوة أو لم يدركا نبوة أما الستة بالمجمل العمتان المدركتان لنبوة رسول الله سلم فهما صفية وأروى رضي الله عنهما أسلمتا من السابقات الأوليات الإسلام أما صفية فولدها المشهور أحد العشر المبشرين الزبير من العوام رضي الله عنه وارضه وأما أروى التي أدركت الإسلام وأسلمت قديما فكانت من السابقات الأوليات فلها ولد أيضا من السابقين الأولين هو طليب رضي الله عنه وارضه وأما العمتان اللتان لم تدركان نبوة فهما عاتكة وأميمة كذلك أم حكيم وبر أم حكيم وبر بإجماع لم يدركان نبوة رضي الله سلام بإجماع أهل العلم وأما عاتكة وأميمة فاختلف المؤرخون والعلماء في شأنهما هل أدركتان نبوة رضي الله سلام أو لم تدركان نبوته عليه الصلاة والسلام عبد المطرب جد رسول الله سلام كان قد أقسم ونذر لله نذرا لو كان له عشرة لينحرن واحدا الآن آتاه الله عشرة في الذكور وستة في الإناث وما زال النذر متعلقا بذمته فماذا سيصنع هذا حال عبد المطرب وكان هذا الحال هو السائد في الجاهلية وهو الحرص على كثرة الولد من أجل الظهور والسمعة والقوة والشكيمة كان هذا له في الإسلام هذا مطلب ولكن الولد في الإسلام الولد من أجل التربية والنماء والحرص ليكون ولدا صالحا وأوجب الله علينا رعايتهم فقال تعالى قو أنفسكم وأهليكم نارا وقال صلى الله عليه وسلم والحديث عند الإمام البخائر رحمه الله في الصحيح من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رأيتي الإمام راع ومسؤول عن رأيتي والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رأيتي والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رأيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رأيته كذلك الحديث الآخر حديث عمر ابن أبي سلم أبو سلم رضي الله عنه أرضاه المخزوم عندما توفي بعد مرور العدة تزوج النبي أم سلم رضي الله عنه وكان لها أيتاما من والدهم وكان منهم عمر هذا الطفل الصغير يروي لنا يقول كنت غلاما في حجر الرسول الله سلم أي أن النسلم تزوج أمه فكان يرعاه وكانت يدي تطيش في الصحفة تطيش في الصحفة عفوا يأكل فيده تمر طفل صغير فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك وكل مما يليك فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما فضل به الإسلام عن حال الجاهلي الجاهلي يتكاثر بالولد فقط الإسلام نعم الولد ولكن مع التنشئ والتربية والحرص من المهد حتى اللحد تستمر التربية لا تنقطع حتى وإن تقدم الإبن في السن حتى وإن تزوجت البنت فما تزال الرعاية لهم والقيام على شؤونهم والحفظ لدينهم مع دنياهم يستمر ولا ينقطع وقالوا في ذلك حرّض بنيك على الآداب في الصغر كيما تقر بهم عيناك في الكبر وإنما مثل الآداب تجمعها في عنفوان الصبع كالنقش في الحجر هي الكنوز التي تنمو ذخائرها ولا يخاف عليها حادث الغير فإن كانوا في الجاهلية يحرّصون بكثرة الولد فجاء الإسلام نعم بذلك مع الرعاية له والعناية به والقيام على شؤونه في دين ودنيا وبذلك يبقى له حتى وإن مات ذاك الأب يكون من بقايا عمله هذا الولد إذا مات ابن آدم انقطع عمله وذكر فيها عليه الصلاة والسلام ولد صالح يدعو له التربية والقيام على هذه الشؤون ما تنقطع نوح عليه السلام الأمواج المتلاطمة تغمر الكرة الأرضية وينادي يا بني يركب معنا قال ساوي إلى جبل يعصمني من قال لا عاصم اليوم من أمر الله ما زال به رغبة التربية والهداية لابنه حتى مع آخر الفاضل النفس وخروج الروح ما زال يحاول نجاة ولده من الكفر والضلال نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا وأمننا وأبناءنا وأهلينا وفقنا الله وإياكم وصلي الله واسلم على سيدنا ونبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ترجمة نانسي قنقر